سيد المشاهدين ندخل في تفاصيل هذه الحلقة الكثيرة والمختلفة نبدأ أولا بأخبار متفرقة من الاتحاد السعودي حسب معلومات ومصادر مؤكدة أولها بالخبر الذي أكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بادرة وخطوة جديدة وجه دعوة لأبرز نجوم المنتخب السعودي من الأجيال الذهبية التي مثلت المنتخب في كاسي آسيا لحضور مباراة الأربعاء القادم للمنتخب السعودي مع المنتخب الصيني في الدمام الدعوة وجهت لعدد من اللاعبين وهم صالح النعيمة وماجد عبد الله وصالح خليفة وأحمد جميل ومحمد عبد الجواد وفؤاد أنور هذه المعلومات التي وصلتنا وقد تلقى كل اللاعبين حسن المعلومات اليوم صباحا هذه الدعوة وحتى الآن لم يؤكد اللاعبين إجابة الدعوة أم لا حتى هذه اللحظة ولكن هذه الخطوة تأتي دعما للأخضر السعودي وللعبي المنتخب في مباراته المقبلة أمام الصين في الدمام